بس كمان أرجع أقول جيد إن إحنا عايشين إن إحنا نشوف إن البلد بالنسبة لنا هنا في مصر فعلا بتتطور وفعلا بتتحرك لقدام ده بجد مش زار يعني دايما كده نقول إيه يا سلام لما يجي يوم ونشوف كذا لما نبقى عايشين ونلاقي كذا حاجات كتير جدا من اللي كنا بنتكلم فيها أنا وأبناء جيلي نتمنى إن إحنا نشوفها فبقينا نشوف ده بيجرى قدامنا يعني على سبيل مثال تعال نبص كده النهاردة اجتماع فخامة الرئيس كان فيه إيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ليه؟ لمتابعة مستجدات إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء يعني مصر بتشتغل طول الوقت على إنه ما تحصلش أزمات دوائية طبعا نحن عمرنا ما كان فيه كلام ده تقريبا يعني طيب الرئيس في هذا الإطار وجه بإيه؟ وجه بالإسراع في الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية طب إيه الهدف؟ إن احنا يبقى فيه عندنا احتياطي استراتيجي ليه برضو يبقى عندي احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات بتاعت الاستهلاك الحالي من جهة والمستقبلي التفكير الدائم في المستقبل إنت لو خدت بالك من كلام الرئيس في أي ملف في أي ملف هتلاقي الرئيس ده من يركز على كلمة المستقبلي حقوق الأجيال القادمة حقوق الأبناء والأحفاد إحنا مش عاوزين نظل من اللي جايين بعدنا طيب كده وبس لأ الرئيس وجه بأنه كل ده يجرى وفق معايير عالمية شوفوا المعايير العالمية الأحدث في كل حاجة فيه بقى المعايير العالمية تبقى هي الأحدث الوسائل التكنولوجية هي الأحدث وفروا عوامل استدامة فاعلية الإدارة والتشغيل يعني تبقى فيه استدامة فاعلة في إيه في إنه مش الحاجة بتحصل عشان إحنا دلوقتي موجودين طيب وبعد عشر سنين وعشرين سنة وثلاثين سنة نعمل إيه الحاجات تنهار تاني لأ لازم نعمل سيستم نظام مستدام فيه حوكمة كل حاجة تبقى ماشية زي ما هي تتغير كل حاجة كل حاجة ويفضل السيستم قائم بس إيه فاعل مش قائم عامل زي الدينصور العجوز ما بيتحركش لأ فاعل بس يبقى فيه عندنا شوية ثقة